نروح لفقرة الأخبار الخبر الأول معنا بيقول الرئيس السيسي يجتمع بأسامة هيكل ويوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف بمصر بإطار منضبط في الحقيقة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن وفي عرض كافة الأراء وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وعزل ومكافحة الفكر المتطرف جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدولة الإعلام أسامة هيكل وقال السفير باسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة وتحقيق التنصيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية بما فيها من مؤسسات وطنية ومنظمات صحفية والإعلام في مصر كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم وليكن قادرا على درء مخاطر الانتشار الشائحات والتفاعل السريع مع وطيرة الأحداث الإقلامية المتصاعدة في المنطقة مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية والتركيز أيضا على شريحة الشباب والأجيال أن شئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري شفته يعني أنا لسه بتكلم في الإعلام وقد إحنا قنوات كتير جدا ويدفع مليارات وفلوس وأيمن نور ومعتز مطر والأشكال اللي بتطب البرة دي لأردغان وحكومته والكطر فعشان كده الرئيس أحس أن في حاجة لازم بتحصل في الإعلام هم مش مؤثرين أو بالمناسبة يعني المعتز أو محمد ناصر ولا اسمه إيه مش متذكر اسمه قوي والناس دي مش مؤثرين بالدرجة بس الرئيس اجتمع عشان يقول للوزير الجديد أن إحنا أصلا اللي ابتكرنا الإعلام في المنطقة إحنا أول إزاعكت في المنطقة دي كلها إحنا أول تلفزيون إحنا مصر فلازم أنت 300 يعني العرب لو قلنا 350 مليون فأنت قرابة تلت للوطن العربي فلازم تكون رسالتك الإعلامية رائدة وقائدة ترجمة نانسي قنقر